أهلا بكم يا شباب في المحاضرة السادسة من كورس البيميس أو نظام إدارة المباني النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الجزء الثاني من الديدي سي بانيلز طبعا المحاضرة اللي فاتت عرفنا إن الديدي سي بانيل بتكون فيها جزء خاص بالبروسيسور وجزء خاص بالموديول والإشارات اللي بتيجي سواء كانت اموت أو اوتبوت سواء كانت ديجيتال أو انالوج تعالى خلينا نشوف مثال للأجهزة من إنتاج شركة سيمينز اللي هي أدي سيمينز هنا هو تمام الموديول بتاعها بي اكسي سي سيرس أو الجزء الخاص بالأوتوميشن ستيشن بيسموها أو الموديولر سيرس تمام تفصيل الموديول نفسه هنا بيجي عبارة عن كنترولر تمام ده بيجي البس لينز بتاعي كله بيبقى حتة واحدة كنترولر مع الانبوت أوتبوت موديول كل حاجة عايز ترقبها بتمثل عندك في نقطة وتتحكم في نقاط معينة سواء كان عايز ترقب منيتورينج أو تعمل تحكم كنترول هنا بيديني الداتا الخاصة بالموديولر الموديول ده مثلا يقدر يدعم لحد 200 نقطة 200 نقطة دي اهيه داخل وخرج مع مراعاة تمام اه لازم تبقى عندك نقاط سبير والتوسعات في المستقبل بتبقى من السبير والتوسعات تقريبا من 15% الى 25% احنا بنخليها 20% تقريبا تمام التوسعات والسبير طبعا هنا بيديني ديجيتال اموت ده موديول ديجيتال ديجيتال اموت ممكن يركب عليه متحكم تمام من نفس العيلة مثلا او ديجيتال اموت موديولة هو ودي التي اكس ام وان بوينت ايت دي او وان بوينت وان سيكس دي تمام؟ ممكن ده يركب عليه 16 نقطة بما ان الامبوت تمام اقدر اقول ممكن اجرى به مثلا 16 digital status هنا الاشارة داخلة طبعا هنا ده بيقولك الاسهم دي هنا معناها الاشارة داخلة كده تمام للمتحكم يبقى الاشارة كده الفوق اشارة داخلة تمام لو نزل تحت يبقى الاشارة دي طلعة هناك معظم الاسهم داخلة الفوق كده يبقى دي اشارات داخلة للمتحكم زي ما شفنا مفتاح فرق الضغط او البرشور او الدي بي اس تمام دفرينشال بريشر سويتش هنا بيجي عندي الستيتس بتاعت هذا المفتاح من خلال الواير او الكابل اتنين في واحد ونص تمام وهنا النقاط اللي انا هبدأ اعمل عليها مرأمة طيب الكونترول ترانسفورمر المحول ده بيحول من متين وعشرين فولت اي سي الى اربعة وعشرين فولت اي سي تمام معظم العيلة بتاعت اللي هي في سيمينز بتشتغل بأربعة وعشرين فولت اي سي انت لو بصيت هنا هتلاحظ ان هو عايز اربعة وعشرين فولت اي سي فبيبقى فيه هنا عندي محول انا باخد اهو مخرج تمام على لوحة اليو بي اس تمام او على لوحة الامرجانسي بتاعت الطارق اخد منها الباور رح داخل على قاطع لحماية الدائرة من ذات التيار والشورت سيركت تمام على سيركت بريكر هنا طلع عندي الكهرباء متين وعشرين فولت اي سي هتدخل على محول خافض للجهد يعني هو بيخفض الجهد بيحول من متين وعشرين فولت اي سي الى اربعة وعشرين فولت اي سي ده محول بس تمام في عندي البي اس يو او بيسموها الباور سبلاي يونت ان الكنترولر والموديولر لازم يتغزوا باستعمال او بدعم من الباور سبلاي اللي هو هيبدأ يديهم الباور طبعا لو شفنا هنا كاتبلك البس كنترولر انسايد وهنا كاتبلي الدي سي تمام اربعة وعشرين فولت كلاس تو يبقى ديد ده تشريد بتاعة الديجيتال اموت موديول تمام كان فيها ان هو بيشتغل على دي سي وبالتالي ده بيسموه باور باور سبلاي يونت او باور سبلاي موديول هنا طبعا ادي البروسيسور بعد كده الباور سبلاي يونت بعد كده الامبوت اوتبوت تمام موديول هنا بتكلم عن الداتا بتاعة البي اس سيو تمام بياخد من المحول بتاع اللوحة اللي هو اربعة عشرين فولت الامبوت بتاعه ويطلعها لك اربعة عشرين فولت دي سي يعني هو ده بيعتبر اي سي تو دي سي كونفيرتر الباور سبلاي يونت ده بيحول تمام لأربعة عشرين فولت دي سي طبعا هنا بيبقى مكتوب عليه اقصى اقصى تيار يمكن سحبه لو انت رجعت هنا اهو اقصى تيار يمكن سحبه اللي هو واحد واثنين من عشرة امبير تمام واحد واثنين من عشرة امبير طبعا هنا بيوريني التكوين الباسز تمام وازاي الاتصال بيدخل على الاطراف بتاعة ال 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 الكنيكتورز اهو في عندي البروسيسور بعد كده بيدخل على الباور سبلاي وبعد كده بيدخل على الموديولز في حالة دي سي وهنا بيبقى الاطراف بتاعة ال الكنيكشن طبعا لما بتكون الاحمال بعيدة عن اللوحات بيكون فيه اه اضطرار لان انا انجل الموديول مسافة تمام اه كبيرة وبالتالي باخد البروسيسور والباور سبلاي وباخد كابل اتصال وبعد كده اروح داخل على موديول على اساس ان انا ابدأ اعمل الجزئية دي طبعا ده بيدخل معا كابل بيدخل معا كابل ادابتور طبعا الكابلات او التوصيلات اللي مستخدمة بيبقى كابلات من نوع بيلدن بيلدن مثلا 3084A ده موديل الكابل من شركة او من براند بيلدن ده كابل اللي انا هستخدمه في البي اس يو وبالتالي البي اس يو بيحول تمام الى 24 فولت دي سي طبعا انا ممكن استخدم 24 فولت دي سي او استخدم 12 فولت دي سي واشوف الانبير المسحوب منه كام طبعا كده بنستخدم عشان نرتب السلك ويبقى السلك مرتب ومنظم لازم استخدم تيرمينال بلوك تيرمينال بلوك كروزيتا من الاخر بتستخدم فيه ترتيب الاسلاك وبحط عليها لابل تمام وبيبقى ليها عندي اطراف معينة وبحط على الاطراف دي مسميات او ترقيم لكل سلكة يبقى دا الواير بيسموه الواير ماركر او الواير ليبل من احد المكونات المهمة جدا الريلي طبعا الريلي هو نفس فكرة الكونتاكتور في طريقة الشغل ولكن الفرق بينهم ان الريليز بسم استعماله في دواير التحكم لان التيارات المسموح بتمر من خلاله اصغر من الكونتاكتور يبقى الكونتاكتور فيه التيارات الكبيرة والريليز في التيارات الصغيرة دا شكل الريلي تمام في حاجات منه ثمان نقط زي هنا دا واحد واثنين دا نقطتين الملف بقى كده هتلاقي تلاتة واربعة وخمسة دول نورمال كلوز ونورمال او بيسموهم مجموعتين قلاب بيسموها سنجل بول دابل سنجل بول دابل سرو تمام دي انواع الريليز هستعمله فين امر خارج من المتحكم نوعه ديجيتال ديجيتال باشر تمام واد واد وبدلها 220 الطرفين بتوعي وبعد كده اروح موصلها على اللود طبعا هنا ازاي هوصل الكنترولرز ببعض طبعا في طريقة الديزي تشين بيسموها بتم توصيلها بكل بساطة في ان انا بوصل الاطراف بتاعتي انت لو شايف كده اللون الاخضر هو مسلا واصل بالاخضر وبعد كده الاسود واصل بالاسود والاحمر واصل بالاحمر وكذا فده بيسموها الديزي او الديزي تشين طريقة توصيل العادية طيب المستخدم الكابل المستخدم بيكون ثلاث اسلاك من ضمنهم سلك طبعا الارض وبتم توصيله على بورت بيسموه رأس 485 ده مشهور جدا المسافات ممكن اربط على كل راوتر 50 كنترولر تمام واقصى مسافة يمشي بيها الراوتر اللي هي 1200 متر او المقويات اقدر ركبها ازاي ادي الراوتر وبعد كده بركب كنترولر دول كسيجمنت من مثلا من 51 بعد كده روح مركب ريبيتر تضعف مجموعة من الكنترولر الثانية 50 يبقى الريبيتر ده تمام هيتم تركيبه في المسافات بين مجموعة من الكنترولر فهنا انا باخد من كنترولر مثلا من 1 ل 50 دي بسميها سيجمنت 1 سيجمنت 2 سيجمنت 3 وبهركب بينهم ريبيتر بعد اول 50 اركب ريبيتر بقى كده اركب 50 تاني واركب ريبيتر وهكذا فانا لو عندي 3 سيجمنت يبقى 53 يبقى على دي الكنترولر كلهم 100 و 50 في المسافة اللي ركبتها اللي احنا اتفقنا عليها 1200 متر امشي مسافة بين المتحكمات اكبر من 1200 متر شاب التالي هيقدر امشي 3600 متر طيب يبقى النظام يا اخوانا كله تم ازاي من ان انا عندي تمام نبدأ من ال field devices add field devices بتدخل على الكنترول توصل بالكنترول كابل على الموديول الموديول رابط بالبس connector اللي هو ده رايح على تمام الموديول واصل بالكنترولر رقم واحد وفي عندي مجموعة من برضو ال field devices واصل على موديول وبعد كده واصل على كنترولر طيب مجموعة الكنترولر من واحد مثلا لحد خمسين كنترولر كل واحد تحته فيه اجزاء من field devices والموديول وبعدين من واحد لخمسين دول بنسميهم بيتوصل بيتوصل بينه وبعد رس 485 زي ما قلنا وفيه هنا 405 رس 485 يروح طالع الكابل ده اللي هو كابل الاتصال يروح رايح على الراوتر اللي هو تحويل بين البرتوكولات زي ما احنا شرحنا قبل كده وبعد كده الراوتر ده يدخل على رس 485 بورت برضو هنا ده كابل data من خلال الكابل الاتا الاتصال يروح رايح على الموجود في الدور بتاعنا واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بأنظمة البي ام اس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته